كابتن يوسف أنا أنا يعني هكلم معك أنا النهاردة فحكتين في الفقرة بتاعتنا هكلم معك على المنتخب وهكلم معك على الاتحاد السكندري بصفة أختمة أنت مهتمة بالشأن السكندراني أنت قال لعبت لزمالك لكن أنت عرقك سكندراني مش كده لا طبعا يعني كنا أحسن سيني العمري عضيتها في الاتحاد طبعا وبعد كده الزمالك ورجعت الاتحاد تيه أنت كنت قمة تقلقكت في الاتحاد يمكن عشان الفترة أختم الزمالك حالي تقلقكت طويلة أو كمان يمكن أنا لعبت 8 سنين في الاتحاد السكندري كده فترة وأنا صغير وبعد كده انتقلت في الزمالك سنتين ورجعت كملت مع الاتحاد ده أصلا اسكندراني لا أنا أصلا من الكفر الشيخ من موليد فوة بلد قريبة في اسكندرية لقد بقيت خاصة في اسكندرية من 96 مثلا من 5 سنين من وقت ما لعبت في الاتحاد من وقت ما بدأت أقف بتاع النشي يعني أنت مقيم في اسكندرية وأسرتك بكل حياتك في اسكندرية مرّنت بقى في الاتحاد يعني اشتغلت أنا أول ما بدأت طبعا أن أول مخلصت على طول مشاكة قطاع النشيين أعدت حوالي 5 سنين في قطاع النشيين وبعد كده طلعت فريق أول مع مستر كفالي ومستر مكيدا واشتغلت مع الكابتن محمد عمر وفي فترة روحتي فيها مع الكابتن رحمد سيري في الأولمبي والسنة اللي فات كنت موجود في قطاع النشيين يمكن بقى السنة دي كنت بدأت مع نادي المصري السلون كان هو صعد من الدرجة الثالثة الممتزبة أعدت معهم حوالي شهر كده كانت فيه مشاكل مادية كبيرة أوي قبل ما يتبع النادي للشيرك رعاية واعتذرتهم مكيدا كان مدرب كويس على فكرة مكيدا كان مدرب كويس أوي أسباني هو مش كده أسباني هو كان اكتشاف اسكندراني ده هو جينا دي التحال تلات مرات تالت مره اشتغلت معا فيها بقى فهي الفترة دي كانت النتائج مرتزبسبة شوية لكن هو فكر كويس كمان مدرسة ريال مدريد يعني هو من أندية اللي هي بتحب الكورة والمدربين الفنين لكن هي الظروف فوقتها ما كانش مهيئة النتائج كان صعبة شوية لأن احنا جينا كمان في يناير بعد مستر كفاليو واللعيبة كمان ما كانش فيه ضعاقودات كتيرة قوي يمكن لما جيك كابتل محمد عمر تحصلت النتائج شوية لكن هو كانش كويس قوي كان مع معه مقدة بدنة عالية تحادثة كان ديارة دلوقتي في المركز السابع لها بتسعة ما تشات كسبان تلاتة ما تقادل أربعة خسران اتنين جايب خمستاشر جول على ستتاشر جول طبعا بيقودوا قيمة فنية عالية جدا كابتن حسام حسن ومعه كابتن إبراهيم حسن شايف الاتحادة إزاي الثانية يعني يمكن هو الكابتن في بداية الموسم حصل عملية تزابزب شوية كان بدايتها طبعا المبرارة الأولى دخل في مرمى أربعة أهداف كانت قدام لدي اسموحها وده كان انتهت أربعة أربعة انتهت أربعة أربعة يعني نادي الابتحاد أدرك فيها فكانت في حالة تخبط شوية في التشكيل بسبب بعض المركز اللي هي كانت نقصة عند الكابتن حسن حسن كان بداية الموسم يعني كان عنده مشكلة في حتة الاثنين مساكين رغم أنه كان متعاقد مع مجدي وكان متعاقد مع محمد عبد السلام في الوقت ده كان الوقت الاثنين مساكين ما كانوا موجودين كان فيه مشاكل نحية الراية مثلا فكان بيحط السيد سالم ساعات مساك يحط الشام صالح مساك كل اثنين ما كانوش مساكين يمكن ده الفترة الأولانية هي اللي عملت كده على فترات كتير قوي لغاية ما أنا شايف ان كاسر ربطة والفترة الأخيرة يمكن مبراطئ استران كومباني حصل فيها تعصر شوية لكن التعاقدات اللي حصلت في الفترة دي اللي هي فترة يناير أعتقد أنها تكون إضافة كبيرة قوي نادي الاتحاد خاصة أنه جاب شابانا من الزمالك إبراهيم حسن كمان جابه من برامتس فرق شوية معاه فرقه كمان خاصة أنه بقاله فترة مسبت خط الظهر يمكن من الاتحاد في الظهر في كاسر ربطة بشكل كويس قوي لأن الاثنين مساكين بقوا موجودين في مركزهم سواء شابانا أو عبدالله نصيب جابه لعب منتخب الأردن نادي الوحدات الوهدوني لاب كويس ثلاث لعبة في المركز ده كويسين قوي مع طبعا الشام صلاح والسيد سالم وصبر ورحيل أعتقد أن خط الظهر لما بدأ يحصل فيه عملية سبات شوية بدأ يظهر شكل نادي الاتحاد السكنداري في الفترة اللي حكينا الشام صلاح واضح أنه هيبقى يعني مصر حديث بأهل وزمالك الفترة الجاية يعني شاف عروض بتروح لبأهل وزمالك كباك رأيت هو عامة عامة المركز نفسه علشان هو في مصر حصل فيه عملية ضموه شوية قليل قليل جدا وحشام ماشي بشكل كويس من السنة اللي فاتت كمان الكابتن حسام صغير هو في السن اه صغير هو يعني 22 أو 23 لأن هو حشام كان في نادي الاتحاد وبعد نطلع عارة لنادي الرجاء في الممتاز به ورجع السنة اللي فاتت مع الكابتن حسام أخدها من بدايتها وبدأ يظهر بشكل كويس يعني حتى كمان نادي الاتحاد السنة دي تعقدات بتاعته في المركز ده تعقد مع لعف نادي الحمام من نادي الحمام لكن هو حطة هشام ماشي بشكل كويس أوي هو يمتلك قوام كويس لعيب سرعاته كويسة أعتقد أن بيعه في نهاية الموسم ممكن يكون أفضل